وهذا التساؤل كيف يفهم هذا الانسحاب ومعلوم أن قوات النظام سوري قد سيطرت على مدينة حلب في فترات سابقة وأحكمت السيطرة أيضاً ماذا يفهم من انسحاب مفاجئ دون ما مواجهة؟ يعني حسب رؤيتنا يعني الانسحاب المفاجئ وترك السلاح وتباطئ القوات الروسية في عملية الردع هذا يعطينا فرضية أن هذا الذي حصله هو متفق عليه لأننا نتكلم عن أن بقاء الفصائل المقاومة هي بمفردها في هذه الساحة أنها جزء من اتفاق سابق قد يكون ما بين الجانب السوري والجانب الروسي والجانب التركي لأننا نتكلم عن قطع أوصال محور المقاومة ووحدة الساحات هذه المنطقة إذا ما أردنا أن نذهب بعيداً في التحليل أنه بشار الأسد وحكومة النظام لا تستطيع التخلي عن هذه الفصائل بسهولة ولن تستطيع أن تقول لهم شكراً جزيلاً اخرجوا من هذا البدء أكيد يجب أن يكون هناك سيناريو محد لغرض انهاء التواجد الفصائلي في سوريا لذلك نرى أن البيانات الإيرانية في بعضها وفي داخلها إشارات إلى القوات الروسية بسبب عدم المشاركة وتباطؤ العمليات في الروسية وحتى لقوات النظام أنه ما هي هذه الأسلام لكن يا أستاذ مخلد كيف نفهم هذا السيناريو المعقد ذي الحبكة الصعبة جداً إذا ما سلمنا ربما لما تفضلت به أنه ثمت اتفاق مع النظام السوري خيال انسحاب القوات وتمرير عناصر المعرضة بهذه السهولة إلى المدينة ومعلوم أن هيئة تحرير الشام ومن معها هم يرمون لطاحة بالنظام يعني كل شيء متفق عليه يعني حسب المعطيات هيئة تحرير الشام لن تتحرك بمفردها أكيد هناك ضابط لها وهذا الضابط هو الذي يديرها ويحركها وأنا لا أتوقع أنه سوف تستمر العمليات إلى ما بعد حلب حلب هي تعتبر مركز استراتيجي مهم السيطرة على الطريق الاستراتيجي M4 M5 هذا هو الذي يعتبر العصب الاقتصادي والعصب السياسي لجميع محافظات سوريا تم السيطرة على هذا المنطقة إذن المخطط الجديد لسوريا أتوقع أنه بدأ بالتنفيذ بتحرك هذه المجموعات في حلب لأنه عندما يمتلك حلب فأنه سوف يكون له سقف عالي ليستطيع أن يفاوض به في وقت سابق هذه المجموعات يعني شبه أنه نسيت من الذاكرة ولم نسمع لها صوت وبالتالي هي لا تملك ما تستطيع أن تفاوض به على التقسيم التي ممكن أن تكون في سوريا الآن هناك صيحات الأكراد يطالبون بالمناطق الكردية وحمايتها والأتراك كذلك في مناطق التي يتواجز فيها أتراك ونرى أن هؤلاء يطالبون بحصتهم من الحكم أنا أتوقع يعني سوف تحتفظ يعني سوف يحتفظ النظام السوري بمركزيتها أو ببقاءها في السلطة في قبالة أنه يتم التخلص من الفصائل الإيرانية الموجودة على الأراضي السورية وهذا هو السيناريو الأقرب للتوقع لأنه لا يمكن التكهن بسيناريو آخر في ظل الصيحات بالقطع والحزل استراتيجي لفصائل المقاومة عندما رأينا أن الجبهة في لبنان قد فصلت عن الجبهة في سوريا يجب أن الجبهة في سوريا تفصل عن الجبهة في عراق بأنها سوريا تعتبر الطريق الحيوي للدعم اللوجستي للبنان سواء بالمقاتلين سواء بالسلاح فأعتقد قادم الأيام ستتوضح الصورة أكثر لكن تسارع العمليات التي شاهدناها منذ البارحة وما قبلها عدم اشتراك القوات الروسية بعمليات الرجع الحقيقي وكذلك القوات السورية سحبت اشتركوا في القناة